زمن أنت متهم أنت وبعض الأخوة الشعراء أنه سويته منتدى تذاكر تمام لضرب منتدى خواطر زين ليه اش يعني طبعا منتدى تذاكر هو انطلق بشهر السابع اللي فات تمام مجموعة من الشباب لهيه الدارية آني والحبيب أستاذ محمد المالكي شاعر وشاعر سجاد المحنة ومجموعة من الشباب تحياتنا سوينا منتدى حتى يعني نحرك المجموعة الشبابية أكثر ونحثهم نحو الكتاب والجمال هذه النقطة النقطة الثانية منتدى خواطر ما حد يقدر ينافسه بالنجف على مدحنا نفسه منتدى خواطر المنتدى الأول على العراق بالنشاطات وهذه البعض خاف يعتبروها أنه طائفية ويعتبروها أنا أحتي بالنيابة عنهم أو أحتي لأن نجف لا الكل يشهد بنشاطات وحركة منتدى خواطر فمو منتدى تذاكر لنافس منتدى خواطر والمنافسة إذا كان الشريف أخو ما به شيء إحنا مستقبلا يعني حابين أن نوصل للي يوصلوا له أو نطمح للأكثر طيب ليش ما كنتوا سند للهم وتبقونوا لهم وإحنا وياهم سند وياهم سند لكن أفكار بعيدة عن أفكار اليوم أنا أطرح فكر بالمنتدى ما حابين الشباب يطرحوا بمنتدانهم مثل شنو يعني هواي الأفكار يعني يعني هواي الأفكار ما أقدر أنه أقول وحدة ثنين وثلاثة يعني الأفكار اللي طارح أنت صح اللي طارح أنت لا بالعكس بالعكس بلعكس نحن فكرنا نحو الشعر ودليل نجاحهم هم دليل الشعر لكن أكو قضايا أنا حابها تكون بالمنتدى الشباب جاي يشتغلون على غير قضا طيب إن شاء الله أنه نشوف حركة جميلة بالنجاح وأكيد شعراء يستحقون أنه يكون الدعم لهم وهذا الشيء تشكر عليه أنت وزملاء فدوا العمرك ما دام أنه كان بصالح الشعر فأكيد ننسربي ترجمة نانسي قنقر